موسيقى السلام عليكم شاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث جلسة كانت حافلة أو جلستين كانتها حافلتين بالأحداث في الأسبوع الماضي للاستجواب وهو كحالة من الاستجوابات التي مرت في دور العقاد الحالي والذي قبلها التي لم تصل إلى وجود تقديم طلب طرح الثقة ما حصل اليوم يمكن البعض يتحدث أن أي نائب يمكن الإنجاز منه يحصل عشرة لتقديم طلب طرح الثقة تم التصويت في مداولة أولى على موضوع استثناء القطاع السكني من الزيادة في الكهرباء ولكن خرج النائب رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون وتحدث بأن لم يتم استثناء السكن الخاص تحدث غير شخص بأن هي مجرد مرتبطة بأمر وقتي ولكن بعد سنتين سيتم تطبيق هذه الزيادة كان هناك أيضا مسجلة ما بين مشادات كلامية ما بين بعض النواب وأيضا الموضوع الآخر وهو اللي أخذ الصدى وهو قضية إضراب العاملين في القطاع النفطي يبدأ يوم غد وهناك إجراءات احترازية تم اتخاذها من قبل مؤسسة النفط في أن يتم تخفيض الوحدات بالنسبة تصل إلى 70% الانتاج تقريبا سيكون 30% إلى الآن المفاوضات لا تزال جارية سيتم تطبيق الأضراب غدا ما هو الإجراء المتوقع اتخاذها سيستمر الحكومة سترضخ أما العاملين سيقبلون بنتائج أو الإصرار الحكومي على الموقف أرحب بضيفي في هذه الحلقة ونتحدث مع المختلف في القضايا وأشياء أقول لك الحمد لله على السلام أنا فيصل دويسان وأجر عافية وماتشوف شر شكرا لك علي وانا سعيد على هذه المقابلة في إطلاله على القناة الطيبة المباركة قناة الكوت الله يسلمك محمد بداية خلت كلام الحدث الأبرز اللي هو إضراب العاملين في القطاع النفطي ما بين أمرين البعض يقول بأن الآن مقبلين على سياسة الترشيد وبالتالي هناك مزايا مالية كبيرة تمنح لهم ويجب تخفيضها العاملين يقول بأن هذه مكتسبات النسبة لهم وبالتالي لا يجب أن يتم خفضها وهو تطبيق للقالون أنا مع خفض هذه المميزات المالية وفقا لدراسة ووفقا للإنتاجية أما تخفض بشكل عشوائي وبشكل يشمل العناصر المفيدة التي تعطي والعناصر التي قد لا تكون مفيدة فهو أمر غير محمود يجب أن تدرس حالات التخفيض على من تخفض ولمن تخفض وكيف تخفض والوقت الزمني الخاص بالتخفيض متى يبدأ عندما تكون هذه الدراسة موجودة أنا مع التخفيض لأنه من غير أيضا المجد أن نترك المميزات مالية كثيرة وقرت في غفلة من الزمن وإثر إضراب أيضا أضر بمصالح الدولة وردخت الدولة بسببه أن يكون حالة البلد تعود مرة أخرى لمثل الحالة الأولى بمعنى أن الإضراب الثاني يراهن أصحابه على النجاح لأن الإضراب الأول نجح وهنا تكمن المشكلة لو نظرنا نظرة وطنية خاصة بأمد الكويت ومصالح الكويت لو وجدنا أن هذا الإضراب يضر بمصلحة الكويت العليا يعني نعم نعم بشكل كبير أنا مع التخفيض ولكن التخفيض المدروس كيف نخفض هل تمت هناك دراسة للبحث عن إدارات مقلة مثلا في الإنتاج نخفض أشخاص مقلين في الإنتاج نخفض أما التخفيض بشكل عشوائي يطول الكل يطول العناصر الجيدة والعناصر غير الجيدة أمر مرفوض ينبغي أن يكون كل القرارات الصادرة عن الحكومة قرارات مدروسة ووفقا لأرقام تأييد أن الحكومة اليوم تستمر في رؤيتها أو أن ترضخ أو أن يتمنع من التفاوض أنا باعتقادي السؤال هل الحكومة خططت لهذا التخفيض ضمن ضوابط معينة أم يكون التخفيض بشكل عشوائي إذا كان بشكل عشوائي أقول هذا أمر مرفوض يعني أنا لا مع الحكومة في تخفيضها ولا مع العمال في ضرابهم الحكومة عليها أن تخطط كيف يكون التخفيض يعني أنا مع التخفيض المدروس التخفيض الذي يطال عناصر غير جيدة في الإنتاج أو وحدات من الإنتاج غير جيدة وغير مجدية أما أن يكون بشكل عشوائي هذا أيضا أمر مرفوض أوكي الآن أبو محمد يعني إحنا أمام تعطي المرفق حيوي وليقائم على البلد الميزانية تكون من الميزانية من الميزانية من داخلها من النفط شنو الحل؟ سيدي الحل بسيط هو أن الحكومة تعد بجدول زمني تدرس فيه وضع القطاع النفطي وبالتالي تقبل وفقا لمفاوضات ورؤية فنية دقيقة على التخفيض التخفيض يجب أن يطال لكل لأنه من غير المقبول من غير المقبول يعني أن يكون هناك القطاع النفطي الموظف فيه يأخذ راتب يعني بينه وبينه موظف آخر قد يكون في قطاع آخر بون شاسع نعم هناك بدلات يستحقها الموظف بس عفوا محمد السؤال يقولنا أنتم كنتم متسببين بهذا الفارق الشاسع لأنه وافقتوا على الزيادة في مجلس 2009 القطاع النفطي سيدي نحن أمام عشوائية لدى الحكومة ما وافقتوا عليه بل فيه لا لا أذكر 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 الأخ وزير المالية مصطفى الشمالي عندما ذكرنا له أن الكل يريد الآن كوادر النفط يريد وهذه الجهة تريد فوعدنا بدراسة يعني بعد شهرين سيقدمها لمجلس الأمام حيث تكون هذه الدراسة وافية وفيها تخطيط لسلة من رواتب لم تأتي للأسف هذه الدراسة الأمر الذي جعل الكل يعني وضع السلطة التشريعية في حيس بيس يعني هناك ضغط على السلطة التشريعية من قبل الشعب نحن نواجه نعطي مثلا جهد جبار وكبير في مرفق معين دون أن يكون لذلك تناسب وشيء طبيعي بعد ارتفاع رواتب القطاع النفطي ترتفت زيادة في الأسعار وزيادة في الإيجارات وزيادة في الأراضي كل شيء تتبع زيادة تمت هذه الزيادة فالقطاع النفطي موظفي القطاع النفطي يعني القليلي العدد أثروا على السوق بشكل كبير جدا ما أدى إلى تضرر المواطن غير الموظف في القطاع النفطي هناك تخوف يعني بعض الموظفين في القطاع النفطي يقول لك إذا تم تطبيق مثلا البديل الاستراتيجي الآن وعدوا بأن البديل كعلى كلام موزير المالية والنفط والوكالة بأنه لن يمس الموظفين الحاليين ولكنه راح يكون على الموظفين الجدد الآن راح يصير نوع من التمييز وهذا أيضا يخالف الدستور بأن الموظف مثلا في نفس الوظيفة لكن الفرق الأقدمية نفس الوظيفة الشخص يأخذ بدل معين وهذا يأخذ أقل منه ما نشوف أنه في خلل دستوري اليوم أما إحنا محاجلة لأنه لأنه عندنا عجز الميزانية نعم هناك خلل دستوري أنا أعترف بذلك ولكن علينا أن ندرس دراسة فنية كيفية مواجهة هذا الأمر هناك عدة دول أخرى وقعت في مثل هذه الإشكالية تجارب أخرى هل اطلعنا على هذه التجارب هل استقينا منها تجارب لكي ننفذها في الكويت هل أخذت الدراسات حاصلها يعني دول كثيرة تمر في أزمات معينة الكويت ليست هذه الأزمة الأولى ولكن هل أحسننا دراسة هذه الأزمة حتى نستطيع الوصول إلى قرار أنا باعتقاد للقرارات العشوائية لن تؤدي إلى نتيجة يعني ليس المطلوب فقط هو تخفيض المزايا المالية للعاملين بالقطاع النفطي وليس المطلوب أيضا يعني زيادة المزايا المالية لبقية الموظفين يجب وضع دراسة معينة فنية دقيقة تعتمد على مبادئ حسابية معينة حطوا البديل استراتيجي دراسة الوقع البديل استراتيجي يجب أن يأخذ حاصلة من الدراسة بعد ذلك نستطيع أن نقول بأن هذه هي أفضل سبل الدول لا تخطط بقرارات عشوائية محمد بعض النواب اليوم لما أعلنوا النقابات النفطية عن الإضراب بعض من النواب راح معهم وحضر في ندواتهم بعض صرح أن إذا تم المساس فيهم راح نقدم استجواب لا تشوف أن بعض النواب اليوم ساهموا بوجود مثل هذا الخلل بالطبع هذه قضية فنية علينا أن نتركها لدراسات فنية بعد ذلك إذا وجدنا أن الحكومة قدمت دراسة يعني غير حقيقية وقرار عشوائي نعم أنا مع الذين يريدون أن يحاسبوا الحكومة إذا تلكأت الحكومة في تقديم الحل علينا أن نعطي الحكومة فترة من الزمن تقرر لكن إلى الآن للأسف لم نرى دراسات حقيقية من الحكومة لمعالجة الخلل حكومة ملامة بالحالة طبعا حتى البديل الاستراتيجي ترى أنه غير فعال أو غير مدروس أنا لم أطلع على البديل الاستراتيجي بشكل فني دقيق لكن أسمع فيه بأن هناك يعني بحيث يكون هناك شبه مساواة أو تقليل الفارق من حيث المبدأ هو أمر جيد نحن نريد تقليل الفارق تدري أن نحن كنواب يأتينا عدد كبير من الموظفين الكل يريد أن يعمل في القطاع النفطي حتى لو كان متجاوز السن يريد ترك وظيفة الأساسية ويذهب إلى القطاع النفطي يقول له ليش؟ يقول راتب وبالتالي لا نلوم من الناس الذين يبحثون عن راتب أفضل ومعيشة أفضل البعض من التباس استمعت إلى بعض موظفي القطاع النفطي هناك خشية بأن يتم تطبيق مثل بديل استراتيجي وبالتالي يصبح القطاع النفطي بدل ما هو جاذب يصبح طارد للموظفين وبالتالي تكون الفرصة سانحة وخصبة لعمل خصخصة هذا القطاع وهذا القطاع هناك خشية أن يتم تسليمه لطبقة من التجار سيدي قبل أن أجيب على الجزء الآخر من سؤالك فقط أريد أن أذكر إذا وضعت مزايا مالية مرتبطة بالإنتاج وبالجهد لن يشكوا أحد بمعنى أنت مجد ومجتهد في القطاع النفطي وهذه المزايا المالية ستأتيك إن شاء الله أفضل من المزايا المالية الحالية لم لا؟ لم لا؟ دعنا نكافئ المحسن ودعنا نعاقب المسيء أو الغير المجد أما تكون مزايا مالية بالمطلق هكذا يتساوى فيها الجميع الجيد وغير الجيد هذا أمر مرفض لذلك أتمنى أن يكون هناك مثلاً نحتفظ بهذه المزايا المالية للعناصر الجيدة الفاعلة ونزيل هذه العناصر نزيل المزايا المالية من عناصر سيئة أو إدارات لا تسهم في الإنتاج بشكل جيد الأخ صلاح آلت المرزوك صرح بالنقابين في القطاع النفطي قال أن الأضراب كالفتع على الدولة لمدة عشر تيام ستة وثلاثين مليار وهو هدر ولينا المطالبات هي فقط 100 مليون دولار مكشوف أن الحكومة اليوم قاعد تخسر أكثر أو الدولة قاعد تخسر أكثر إذا تم تنفيذ هذا الأضراب فبالتالي يجب أن ترضخ لهذه المطالبات صحيح لكن العملية ليست بيع وشراء بحيث أنا أقنع شخص بأن يشتري بأنه هو المستفيد العملية يجب أن ننظر بشكل عام إلى وطن الآن نحن تسببنا بخلل في سلم الرواتب ما بين العملين بالقطاع النفطي وغيرهم الأمر الذي جعل الجميع يتوق إلى أن يعمل في القطاع النفطي حتى لو لم يكن مقتنعا بالعمل في ذات القطاع هذا يجب أن يحل نحن ننظر إلى وطن ومصلحة وطن أنا مثل ما ذكرت لك في بداية حديثي المزايا المالية الكبيرة التي يتمتع بها موظف القطاع النفطي أثرت على السوق وأسهمت بارتفاع الأسعار بشكل جنوني محمد هناك خشية بأن يتم تطبيق الخصص على هذا القطاع والبعض كان يتحدث أن القطاع النفطي وكأنه مرفق عام لا يجوز خصخص تألا بقانون وأعتقد أن قانون الخصخص الذي يقر في مجلس 2009 ويعتقد سنة 2010 استثمى القطاع النفطي دعني أوضح ما المقصود بخصخصة المصافي بمعنى أن شركات تعمل لصالح الدولة ما النفط يصل لها هي فقط تقوم باستخراج النفط لصالح الدولة وقد يكون كلفة هذا الاستخراج أقل مما تستخرجه الدولة بموظفيها وقطاعها الكبير إذن فيه توجه لخصخصة هذا خصخصة المصافي سيدي الفاضل إذا أردنا خصخصة هذه المصافي يجب أن نقتنع بأن خصخصة استخراج النفط عن طريق شركات وطنية ويعني مع اعتبار الأمن الوطني دائما أقول إذا أردنا أن نتجه لخصخصة ضعوا الاعتبار الأمني فوق كل اعتبار إذا وجدنا شركات محلية لديها القدرة على استخراج النفط بكلفة أقل وبجودة وبانسيابية لماذا لا؟ بتحبب الضر المواطن اللي يشتغل في القطاع النفط لا 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 أنا قاعد أتفكر بمصلحة وطن بمعنى أنا مع تجربة أن يكون هناك تخصيص مرفق معين ممكن للمصافي لننظر لنجرب هذه التجربة لكن لمن تكون يجب أن يكون هناك شفافية لا تكون هذه لقمة للتجار لقمة سائقة للتجار لا شركة حقيقية تريد أن تعمل تريد أن تربح وتربح نعم أنا مع ذلك لكن مسألة أن تكون هي لعبة تخصيص مصافي النفط واستخراج النفط لعبة لإفادة مجموعة من التجار هذا مرفوض أنا مع الخصخصة ولكن بشروط منها الشفافية ومنها مصلحة البلاد أذكرك أن في بعض الدول النفطية نعم استخراج النفط يكون من قبل الشركات ولهذه الشركات ميزات معينة هي تستفيد وأيضا الوطن يكون مستفيد لكن الموظفين في القطاع النفطي بالحالة راح يضررون لا لا أنا لا أتحدث عن كل المصافي النفطية يعني جزء معين شركة معينة تستخرج فيه النفط لنجرب هذه التجربة مثلا على سبيل المثال إذا كانت ناجحة وعلى أحساب الموطن في الحالة وعلى أحساب الموظف الموظف راح يكون موظف في الشركات هذه الشركات يجب أن توظف موظفين كويتيين سواء كانوا من العاملين يعني أنت تترك الحرية لموظف في القطاع النفطي في شركة قطاع خاص تريد أن تستخرج النفط وأنت لديك الخبرة ممكن هذه الشركة تعطي راتب أكبر من الراتب الذي يتقضاه من شركة نفط الكويت نعم السوق مفتوح يمكن تريد هذه الشركة أن تجذب هؤلاء لكن من تختار؟ تختار أفضل العناصر الجيدة للعمل بها ومحمد الجلسة الماضية تم تصويت في المداولة الأولى على استثماء القطاع السكري الكلام الذي يثير بعدين من قبل رئيس السابق أحمد سعدون ووزيرة السابقة أماني بروسلي بأن لا هذا الأمر غير صحيح وأنه يمكن يتم التطبيق على السكن الخاص خلال سنتين معنى أن قرأوا التعديلات التي قدمها النواب إذا قرأوا التعديلات التي قدمها النواب ليس فيها هذا الكلام مصحيح مصحيح؟ لا مصحيح يعني مصحيح أن السكن الخاص سيطبق عليه بعد سنتين لا لا مصحيح استثناء القطاع السكني وبعضهم سيقدم تعديل آخر على استثناء المواطنين الذين يسكنون في القطاع الاستثماري يعني مواطن كويتي يسكن شقة أيضا سيطبق عليه بعضهم إلى الآن احنا أقر في المداولة الأولى هناك التعديلات ستقدم البعض يريد أن يقدم تعديلات حتى في السكن الاستثماري بالنسبة للكويتي هناك عدد من الكويتيين يقطنون في العمارات الاستثمارية فبالتالي بشكل خاص يعني سكن خاص فبالتالي يريد البعض أن يجر هذا التطبيق عليهم من باب المساواة بعض النواب كان هناك نواب العوازم كان أيضا ناب صالح عشور صوتوا برفض هذه الزيادة لأنهم يقبلون بأن أي زيادة سوف تتم حتى لو كان في القطاع الاستثماري ستعود بالضرر على المواطن وستؤدي الارتفاع على سعار تتفق معهم ولا تختلف يا عدد أتفق في جزء وأختلف في جزء يعني أتفق في جزء أنه ربما لن يعود السوق محكوما حتى في القطاع الاستثماري ربما ستزيد يعني إجارات الشقق السكنية الخاصة بعد ذلك ربما يكون هناك سيطرة فعلا على السوق وربما بعض المساكنين يستفيدون من هذا الوضع لأن هذا الوضع مرتبط بتركيب عددات من غير المقبول الآن أن بعض المالكي العمارات يأخذون مثلا عشر دنانير أو عشرين دينار على تكلفة المياه والكهرباء بينما هو في الحقيقة انفاق الأصلي أقل من ذلك بكثير عندما تركب هذه العدادات هو الذي سيكون مستفيدا بالتالي هذا القانون مرتبط بإصلاح الحكومة بتركيب عددات بعداد لكل شقة كل وحدة سكنية في عمارة بالتالي لن يتضرر أحد وبالتالي أعتقد أن الكلفة الحقيقية لن تكون من ضمن الإيجار رح يزيد الإيجار المؤجر سيقول تفضل هذه عمارة هذه شقتك هذا عداد الكهرباء وهذا عداد المياه بالتالي أنت تنفق يظل السعر كما هو لكن من وضع دراسات بأن الأسعار مبالغة راح تكون على المواطن إذا لم بقينا في الوضع الحالي لم تركب عددات للعمارة لكل شقة نعم أنا أقول لك راح يكون في زيادة لأن التاجر للأسف سيطمع ويقول الكهرباء زايدة عليه إذا كان الكهرباء في السين يأخذ مبلغ أكثر من الواقع راح تدعم بمحمد أن يتم استثناء المواطن الكويتي ليسكن في سكن استثناء أي شيء في إزالة يعني العب على المواطن الكويتي سأدعمه والتالي يعني أنت ما عادت واجهت وقع الحكومة راح تقرر هذا التوجه ولا لا هي الغلبة للأغلبية يعني العددية الوضع المجلس أنا أعتقد أن هناك أغلبية مريحة لتمرير هذا الشيء الجلسة الماضية بمحمد وصار مشادة يعني العادة أنت تكون بعيدة عنها في المخاصة التي كانت قد تتطور توصل إلى الأيدي ما بينك وبينها بماجد موسى ما السبب؟ وسوء تفاهم وأنا فهمت غلط وفهمني غلط يعني أنت عارف أنا وظيفتي للقديمة هي أنا مذيع فالشيء طبيعي المذيع مميز بكلمات بأسلوبة في الكلام وفي نطقة للكلمات هكذا تدرب أن يكون لا يمكن أن أكون مذيعا ومدربا على إلقاء الكلمات بهذه الطريقة الجيدة الواضحة أعود القهقري وأتحدث بطريقة سيئة فالشيء طبيعي وأنا مع الزميل ماجد موسى صال لنا ثلاث سنوات في المجلس فمو معقول توه مستغرب أني أنا أتحدث بهذه الطريقة أنا أتحدث بهذه الطريقة ليش أنت ألم؟ أهو قال أعرفت أنه قال يعني كأنه تكلم مذيع التلفزيوني أنت ليش شفتها يهانة لك؟ لا أنا ما شفتها رديت الجاهل ومع الجاهل أنا قلت لا ما قلت له جاهل أبدا مصحية هو فهمها شوف قلت لك أنا فيه سوء طبعه هو فهمها أني أنا أقصده أنا قلت بأني أنا أفتخر بأني أنا دربت في تلفزيون الكويت وفي إذاعة الكويت وأعرف أتحدث بشكل أفضل من الجاهل هو أعتقد كلمة أفضل من الجاهل بأنها تخصها وللأسف أنا قلت لك هو سوء تفاهم وبعد ذلك طاح الحطب ما في أي شيء ويمكن الصحف أو بعض المواقع الإلكترونية نقلت الواقعة غلط مو صحي هذا الكلام لا لا مو هذا أقصد كلامي كلامي حاطين أنت جاهل أنا ما قلت هذا الكلام أبدا مو صحيح مو صحيح هذا الكلام ما قلت أبدا كان كلامي واضح أتحدث بشكل أفضل من الجاهل هو اعتبر أنه كلمة أفضل من الجاهل هو فهمها أنا قلت لك سوء تفاهم هو وصلت لشيذي فقال أنا كنت مدحك مو قصدي أنا يعني أتقش مروياك مو قصدي أسيلك وقلت لأو أنا بعد مو قصدي فيزاك الله خير يعني صالحته يعني انتهت العملية ماكو شي خلاص ماكو شي لا تكبرونا أنتو بس طلعوا منها تهد النفوذ أوكي أنا بس وبعدين هو زميل عزيز وما في أي شي وسوء تفاهم عادي أقول مجالس قبلنا صار في قلاسات التحذف ومش عارف إيش وماكو شي أنا كأنك قاعد تهون أنت ملو عساس لقون والله المجلس الأمة يا سيدي أنا شفت قلاس طار على نائب بعد ذلك أصبح يعني رئيس مجلس أمة وعلاقته طيبة بهذا الشخص اللي حدفه بقلاس ماكو شي عادة مثل هذه الأمور تزول يعني بسوء الفهم ماكو أي شي بس كأنك أتهون منها بشكل يعني وكأنه بالغ فيه بمحمد لا 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 يعني أنا على فكرة من دخلت المجلس لم أسب شخصا ولم يعني يعني أقذف شخص بأي شي أبدا 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 أمارس عملي وحتى يعني بعض الكلمات اللي تلفظ فيها أنا أعذره فيها يمكن لأنه وصلت الجملة غلط فانفعل فأقلت له هذه الكلمات ما نستخدمها في هذا المكان نحن في مكان راقي وأنا أعتقد أنه زلة لسان مو غصدة يستخدم مثل هذه الكلمات وصل الخير أوكي أنا بسألك هو اللي عرض لنا أب علي الخميس في قضية أنك تستخدم تشعار مجلس لما في رؤية اللي هي أبو محمد تتكلم على أمور في العقيدة يعني تمس العقيدة كيف تطرح شيء يمس في العقيدة وتروح توزع في كتاب على زملائك النواب وما تشفت أن أنت بالخطوة كنت قاعدة تستفزهم ورد عليك وكان لك المجال نتحدث فيه ورد عليك جاء أكلمني عنها ولكن اضطرت توقف عند هذا الفاصل ومثل ما نواصل أبدو لكم من جديد شاهدين الكرام ومحمد سألتك قبل الفاصل وهو ما أثارا أنهب علي الخميس بأنك أنت عرضت هذا الكتاب لعليه شعار مجلس الأمة وأنك استخدمت هذا الشعار هو حق المجلس وأيضا كان هناك يحتوي على أمور تخالف عقاعد الأخوة يعني والتالي يعني أنت كيف تقدم على مثل هذه الخطوة وزع على زملائك بهذه الطريقة كنت أعتقد أنها خطوة حميدة يعني أكتب رسالة من خلال وثيقة سياسية أوجهها لزملاء النواب وزملاء أعضاء السلطة التنفيذية وأطلب منهم التعاون وفق رؤية مدروسة وفيها فلسفة معينة بالطبع أنا عضو مجلس الأمة في المجلس الحالي وعندما أريد مخاطبتهم ضمن عملنا الخاص في مجلس الأمة أستخدم شعار مجلس الأمة لم أستغل استغلال تجاري هو الممنوع أن تستغل استغلال تجاري هذا الكتاب ليس للبيع هذا كتاب ليس للبيع هذا وثيقة سياسية فأنا وزعتها على زملائي لكي نمد أيدينا إلى بعضنا البعض ونحمل وفق رؤية معينة إذا التيارات سياسية ما قدمت مثل هذا فبالتالي لا أستطيع أنا كعضو مستقل أن أقول والله أنا ما كاري لازم يكون لدور هذه رؤية سياسية أوكي من حقك ولكن أنت ما عرضت لقالك هو في مساس بالعقيدة ليش تعدت على عقاد الغير سيدي الفاضل لم يكن هناك مساس بالعقيدة وأنا تحديت قلت يا الله خلي أجلس معي وريني وين مساس بالعقيدة قلت له الكلام نعم قلت في الجلسة إذا في مساس بالعقيدة أنا مستعد أسحبها ما رد عليك ما رد علي بعد ذلك وصلني من الصحفيين أنه مصرح تصريح بأن مخالفات في العقيدة هي خاصة بحقوق الإنسان وأني طالبت الكويت بقبول مبادئ حقوق الإنسان وفقا للمعايير العالمية بالطبع هذا مردود علي أو شيء ما لا علاقة بالعقيدة أنا أفهم العقيدة اسأل أي شيخ دين قلت له ما هي العقيدة ويفسر لك ياها هذا ما لا شغل بالعقيدة قلت أنا كاتب التي تكون الكويت طرفا فيها يعني الحكومة الكويتية موقعة على مبادئ حقوق الإنسان وغير متحفظة على أي شيء هو قصد يمكن سماع مثلا للمثيلين الجنسيين مثلا لا لا هذه تمثل عقيدة بالأخير يا سيدي الكويت متحفظة على مثل هذه الأمور متحفظة يعني طلبت الكويت بإلغاء عقوبة الإعدام أوكي مع ذلك الكويت تحفظت أنا لا أستطيع أن أجبر دولة الكويت التي تحفظت على مبادئ معينة أن تقبلها فكان كلامي واضح يبدو أن الأخ علي الخميس استعجل استعجال مبالغ فيه ولم يقبل الأمر فبالتالي يعني هو ملام على أساس أيل تكلم والله يا سيدي الفاضل كنت أتمنى أتمنى يعني خصوصا أنه عضو جديد وداخل المجلس أتمنى أن يعني يكون لديه بادرة تجاه زملاء اللي أقدم منه ويتعاون معهم ويمد يد العون لأننا كلنا نخدم هذا الوطن كلنا أعضاء في السلطة التنفيذية علينا التشريعية علينا أن نخدم هذا الوطن وبالتالي لا يستطيع المجلس أن يسير دون تعاون حقيقي أنا اطلعت على بعض ما كتبت في هذه الروية وراح ناقشك فيها بس قبل مداخلات التويتر الأخ الدكتور محمد الدوهين سمسي علي بالخير ووزير التخطيط والتنمية الأسبق يقوله وفقا للدستور لا يجوز خسخصة إنتاج النفط حسب الدستور فبالتالي إلي أنت قاعد تقوله الكلام اللي نجرب أن يتم مصافي النفط هذا كلام يخالف الدستور خسخصة إنتاج النفط لا لا يعني هذا وفقا للدستور ما أعتقد ثروات الطبيعية لا لا الثروات الطبيعية هو السيطرة عليها أن تكون ملكا لأحد أنا قاعد أقول من البداية لا أن يكون قلتها لك لا أن يكون النفط ملك لهذه الشركة الشركة تعمل لصالح الدولة فتستخرج لها النفط حمو الكويت عندها شركة نفط الكويت تستخرج لها النفط أن تكون هناك شركة تجارية وطنية تستخرج النفط لصالح الحكومة الكويتية مادة 21 ثروات الطبيعية جميعها وماردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها تقوم على حفظها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني وين المادة 21 مما أذكرها أنا قلت بالبداية وكنت واضح قلت لك مو معناها أن تسيطر على النفط يعني تستخرج النفط وتأخذها وتبيعها لا تستخرج النفط لصالح الدولة تقول لهم هذا إنتاجكم من النفط اللي طلعناه فقط واضح كلامي يعني الآن الأشياء الموجودة الطبيعية مثلا مثلا لو أردنا شركة ننشئ شركة خاصة لتحلية مياه البحر بحكم الدستور هذه ممنوعة لا السيطرة على مياه البحر ممنوعة السيطرة على ثروات الدولة هي الممنوعة لكن أنا استخراجها لصالح الدولة هذا اللي ممنوعة أرجع إلى المبادرة اللي طرحتها في هذا الكتاب يعني دعوت السياسيين الذين حسب مصطلحاتك يعني الذين دعبوا على الانتقاد للأداء الحكومي إلى أن لا يكتفوا بالانتقاد السلبي والبكاء على مجد تليد دون أن تنبري منهم فئة تقدم برنامج عملا بديلا وكأن كلامك يعني كان يوجه إلى منهم يعارض الوضع الحالي شوية أرجع إلى الماضي يعني قبل سنتين يعني خاصة أن أنت قاعد تتهم أن المعارضة بأنهم لم يقدموا شيء صحيح وهذا صحيح لكن عليك بو محمد اتلاف المعارضة لما قدموا وكان نابل سابقا بسألنا البرا اكتلا رؤيتهم فيها بعض ما أنت ذكرت اليوم فبعنات المعارضة قدموا ممتاز ممتاز لم تكن الرؤية شاملة شون شاملة بمعنى أن الرؤية التي تقدموا بها هي فقط الحكومة المنتخبة هذا جل ما أرادوه لم يقدموا تصور في كل الموضوعات الخاصة بالاقتصاد وما إلى ذلك ما هي الحكومة المنتخبة تقدم رؤية من خلالها يعني أي حزب في العالم يقدم برنامج برنامج الانتخابي برنامج الانتخابي يقوم على رؤية وفلسفة معينة في حال تسلمهم للحكومة المنتخبة يقومون هم يطالبون بحكومة منتخبة وليس لديهم برنامج انتخابي خاص في حال تسلمهم لهذه الحكومة المنتخبة هذا واحد اثنين أنا مع الحكومة المنتخبة ولكن لا بمعايد نعم 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 هذا تطور ديمقراطي يعني رئيس الوزارة وخارج الأسرة لا 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 أتحدث عنها الحكومة المنتخبة أن تكون عناصر أكثر بمعنى الآن في دستور دولة الكويت في دستورنا الحالي دعا إلى التوسع في اختيار الوزراء والاستثناء أن يكون من خارج من خارج مجلسهم يعني لما يكون عندنا سبع إلى ثمان وزراء هم أساسا أعضاء مجلس الأمة هذه حكومة المنتخبة اللي أنا أقصدها أما الحكومة المنتخبة بالكامل هذه لا لأن الدستور الكويتي نظم اسمعني خلني أوضح لك لا لا أنت تنتقد 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 تجربة الوزراء المنتخبين علي ياي أنا أصلح لك وذا قريت كتابي أنا وضحت لك ليش أنا انتقدت تجربة الوزراء المنتخبين وعلى أي أساس تم عشان طالفية الحين لا ممتاز تعطيني وقت تجاوب تفضل ولا تقاطعني لا تفضل أولا الحكومة المنتخبة التي أؤيدها هي التوسع في اختيار الوزراء من أعضاء مجلس الأمة شريطة أن يكون من تيار سياسي لديه رؤية يعني ما عندها رؤية يستريح ما أخذه تجربة الحكومة السابقة أخذت أشخاص معينين والله ابن قبيلة ابن غرفة تجارية ابن مش عارف إيش ووزرتهم أو شخص مثلا معين وقف مع الحكومة في الحلوة والمرة فأرادت مكافأته ووزرته الشكل الحالي المحاصصة وغيرها نعم النتيجة كانت سيئة لكن عندما تختار مثلا أنا أدعو الآن الكتلة السياسية إلى أن يكون لديها برنامج عمل بالتالي تنجح على هذا الأساس ويكون لدينا كم كبير من النواب تم اختيارهم وقق برنامج معين الحكومة لما تقول والله أنا بوزير منكم أو ست سبع وزراء منكم ما معناها معناها أن البرنامج الذي أخذه تؤمن فيه الحكومة وتحاول أن تزاوجه ببرنامج عملية هل يطرحوا المعارضة؟ لا المعارضة طرحوا شيء مختلف حكومة منتخبة بالكامل أي أن رئيس الوزراء أن يكون منتخبا أيضا وإن الإشكالية؟ الإشكالية إحنا ما وصلنا إلى مرحلة من الفهم الديمقراطي الحقيقة أو الثقافة الديمقراطية الحقيقية إذا ناس في جمعية يفوزون يعملون بالفئوية فما بالك في مجلس فما بالك في سلطة تنفيذية إقصاء الآخر مباشرة إذا الآن إذا الآن لم يصلوا إلى السيطرة على الإدارة العامة في الدولة ومع ذلك يقصون الآخر وأنا أشكر من ثقافة التغالب وثقافة التغالب كما طرحت في سنغافورة في تجربتها قالت إن الإدارة العامة مشكلتنا أنها هي ثقافة التغالب مسيطرة عليها بمعنى أن أنت شخص تعين وزير أو وكيل وزارة تأتي بأصحابك وربع كون سائبك وكلهم تخليهم يسيطرون على هذه الوزارة أو يستفيدون من هذه الوزارة هذه ثقافة التغالب إحنا الآن لا نستطيع أن نطبق الحكومة المتخبة الكاملة التي طالبت بها ما يسمى بالمعارضة إذ أن الفهم الديمقراطي لديهم مختلف تماما عن الفهم الذي أراده أراده الآباء والمؤسسون أن تكون الكويت للجميع كما تؤيبي القيادة tiworthy الأباء ما يبوني أحزاب الأباء ما يبوني أحزاب لا أسف الدستور لأن الدستور الكويتي شعر بخطورة الأعزاب بالتالي قالوا جرم لا أباء كانوا يريدون الأحزاب ولكن هناك تم الدفع بعدم الاتجاه للأحزاب والدستور الكويتي لم يحرم الأحزاب لم يجرمها ولم يقبل بها ترك الباب مواربا للمشرح الدستوري ترك الباب مواربا اسمع لي أنا أحد أكلمك بشخص درس في كلية الحقوق على يد الخبير الدستوري عثمان عبد الملك رحمة الله عليه الذي قال لي بالحرف الواحد وقال لي طلبته ترك الدستور الكويتي ترك الباب مواربا للقادم من الأيام للمشرح الدستوري أن يتخذ هذه الخطوة بس الآن أنت أبو محمد اللي تقبل فيني يكون هناك أغلبية شكل حكومة أفترض لا أقول هذا كلام واضح أنك ما قرأت كتاب لا قرأت كتاب أنا أتحدث عن حكومة اتلافية واضح كلامي بالنسبة للإصلاح السياسية تحدث عن أحزاب وهيئات سياسية تحدث قلت أحزاب وهيئات سياسية جمعيات سياسية أطني وقت أشرح لك لأنه يبدو أنه ما قرأت الكتاب قرأتا بس هأوضح لك أنا ما عانيته جمعيات سياسية أو أحزاب لا تقوم على الطائفة أو تقوم على هذا هذا اللي طرحت قدمت رؤية هذه الرؤية الآن فاز عدد منها مثلا نقول مثلا تكتل اسمه أو جمعية سياسية اسمها مثلا علي حسين اسمها تشدي مثلا علي حسين فازت هذه الجمعية هذه الجمعية لها مثلا ست أو سبع أعضاء يمثلونها في مجلس الأمة تحالفت مع جمعية ثانية يعني قربت الأفكار شلي صار عندنا مثلا صار عندنا ستة عشر أو خمستعشر عضو مجلس أمة لديهم هذه الأفكار هذه الكتلة الأكبر في البرلمان شكلها كله يقوم رئيس الوزراء الذي تم اختياره من لدن حضرة صاحب السمو وفقا للدستور يقول له تعال خلنا أعمل بهذه الأصلاح خلنا أعمل دون أن يخالف الدستور أنا ما خالفت الدستور يقول له والله عندك الجماعة طرحي لك من ست إلى تسع وزراء أو خمس وزراء إلى سبع وزراء تأخذهم يقول أي أخذهم بالتالي لديهم برنامج عمل يزاوجون برنامج عملهم مع برنامج عمل الحكومة وبالتالي يعملون هذا ما أردته ليس ما أردت المعارضة ناقشك بما أردت بالواقع وصلت الفكرة أو لموصلتها وصلت واضحة بس أنا قاد ناقشك بتحقيقها المجلس المبطل الأول لما نجح تقريبا 33 نائب وكانوا يبوني يشكلوا الحكومة خذوا واحد الله يذكره بخير شعب الموزري وكان هناك رفض وقته أنتوا في المجل كنتوا تقبلون أنت كل أغلبية من المعارضة أغلبية الوزارة هذه الأغلبية لو وصلت إلى الفهم الديمقراطي الحقيقي أنا أصفق له هم الغير ديمقراطيين لا 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 اسمع لي اسمع لي أغلبية ديمقراطية وصلت عن طريق الديمقراطية ولكنها لا تؤمن بالديمقراطية كيف؟ أنا أقول لك كيف أولا ألغت الآخر لم تحترم الأقلية ضربت من مبادئ الدستور عرض الحاط في كثير من الأموم كيف؟ يا سيدي حتى الحديث داخل البرلمان يعني منع منع لكم تستجوبون في جلسات علنية يا سيدي أنا أقدم فكرة أنا أقدم فكرة للتحقيق في مبالغ وصلت من دولة معينة أنا صاحب الفكرة بدل ما يقول رئيس المجلس تفضل اشرح هذه الفكرة يعطي من يعارضها الكلام أولا ما صارت ما صارت فيا سيدي نحن شكونا من الضيم الذي تعرضنا له في ظل هذه الأغلبية إذا وجدت أغلبية برلمانية تؤمن بالآخر لا تقصي الآخر تعامل أهل الكويت على قدم المساوات بغض النظر عن المذهب بغض النظر عن الاتجاه بغض النظر عن الفكر بغض النظر عن الدين بغض النظر عن العنصر هذه أغلبية ديمقراطية أرفع لها العقال حتى لو خالفتني هذه الأغلبية ديمقراطية نعم أنا أريدها للإصلاح لكنها أغلبية نيابية تعتمد ثقافة التغالب التي أشكو منها ويشكو منها كثير من الساسة في العالم الثالث لو مكنت الأغلبية في المجلس المبطل الأول من الاستحواذ على الحكومة تتوقع أنه كان رحي يتحقق إنجاز خاصة أي أغلبية سيد أنا ضربت لك المثل بجمعية تعاونية يفوزون بالانتخابات يعني يضيقون البقية الباقية الضيم فبالتالي هؤلاء للأسف لم يكونوا لم يكونوا يريدون مد جسور التعاون مع الآخرين أبدا وفرضوا فكرهم الخاص يعني لو كان فيه فكر معين يستوعب الآخر لقلنا نعم ما هم ولكن للأسف كانت أغلبية إقصائية وصلت عن طريق سلم الديمقراطية لتضرب المثل الديمقراطية الديمقراطية مو بس أنا أوصل إلى مجلس أمة وشرع الديمقراطية مو بس أوصل إلى مجلس أمة وصير وزير ديمقراطية الديمقراطية لا الديمقراطية أن أؤمن بالمثل الديمقراطي بالمثل الديمقراطية وأتلون بها وينعكس على اتجاهي اتجاهي تشايف الشارع اش قاعد يسوي اش قاعد يسوي تفرقة انصرية طائفية اقصى للآخر لا احد يؤمن بحقوق الغير الى الان لدينا بعض المبادئ للأسف التي للأسف ديمقراطية مو بس انتخابات الديمقراطية انا اؤمن بحقك في ان تقول ما تريد واحمي حقك برقبتي حتى لو كنت تخالفني مهما كان تفكيرك مهما كانت عقيدك مهما كانت رؤيتك تحترم اللي انا احترمه وانا احترم اللي انت تحترم ما احترموكم في هذا المجلس سيدي انت قاعد تكلمني عن يعني ناس معينين للأسف كأنهم اتوا من هولندا يا سيدي الفاضل هؤلاء لا يؤمنون بالآخر افهمني لا يؤمنون بالآخر يلغون الآخر اثاروا فتن مذهبية وعنصرية هذه ليست الديمقراطية الديمقراطية نؤمن بوطننا ونحلي من شأن العنصر الوطني على ما سواه البعض ايضا كان بمحمد التوم يعني انت وبعض النواب ان انتوا ايضا قاعدتهم فتن مذهبية لا هذا صحيح ان هذا التام كان متبادل ما بين الطرفين سيدي الفاضل عندما اصفع على وجهي بسبب طائفي لن ادير خد الاخر لاتأقى صفعة شيء طبيعي انبري للدفاع وعندما ادافع لا ادافع من مبدأ طائفي من مبدأ الانتصار لدستور دولة الكويت الذي اعطاني الحق بان اختار العقيدة التي اريد وحرية الدين وممارستها بالتالي من يعتدي عليه يعتدي على الدستور صدقني اي شخص اي شخص يثير العنصرية ويثير الطائفية هو يضرب دستور دولة الكويت وجهد الاباء الذين اسسوا وبنوا هذه الدولة واطلقوا هذا الدستور الطائفية سواء كانت من شخص شيعي او سني غير مقبولة لانها ضرب بدستور دولة الكويت بالتالي الحكم بينها الدستور تعال انت اش علي طالبني اش عليك من عقيدتي اش عليك انا شنو اؤمن فيه شنو احب شنو ما احب انت لك الدستور انا احترم دستور دولة الكويت ليعطاني الحرية اني اعتقد كما اريد واختار المذهب الذي اريد والذيانة التي اريد ابدا مو صحيح انك تدخل في كل شيء لا تثير الطائفية هؤلاء للأسف اثاروا الطائفية ولك ان تسترجع الارشيف الصحفي لتجد مجموعة من الندوات التي اقاموها فيها اثار الفتنب كان دائما يتهمون هذه الاغلبية لما كانت شبه اقلية في مجلس 2009 بانها هي المعطلة للتنمية وبانها كانت الاستجوابات اللي يقضون عليها عطلة للتنمية لا تزالوا مؤمنين بهذه الفكرة انهم عطلة للتنمية سيد الفاضل الآن وجدت ان مجلس الامة الحالي بالارقام انجز انجازات كبيرة جدا من حيث انت لما تريد ان يعني تقول بان هناك انجاز اما بالمضمون واما بالارقام من حيث المضمون دعنا من الارقام الارقام تشهد بان مجلس الامة يعني انجز انجازات كبيرة امر نسبي امر واقع وليس النسبي وجدت نظرك اما من حيث المضمون تعال بعض القوانين جيدة وكانت تطالب بها مجالس قديمة من زمان مثل اللجوء الى المحكمة الدستورية وانت عارف اللجوء الى المحكمة الدستورية انتج يعني احكام نقضت الكثير من القوانين انا اكلمك على الانجاز التنموي انهم الاغلبية السابقة كانوا معطلين التنمية صحيح ولا لا سيدي الانجاز معناه سلطة تنفيذية معناه الادارة الادارة العامة هي التي تنجز انا اشرع لها واسهل مهمتها عندما امنت بانها تطرح برنامج معاني انا مؤمن بانها ليس برنامج لانه ليس فيه فلسفة وليس فيه مقهوما واضحا عبارة عن مجموعة من المشاريع ومع ذلك قلنا هيا نفذوا هذه المشاريع سلطة تنفيذية وللأسف للأسف هي غير قادرة تدري ليش غير قادرة سلطة تنفيذية تدري ليش غير قادرة لان للاسف الحكومة جاملت مجموعة من النواب في سنوات سابقة وعينت لهم مجموعة من الوكلاء مجموعة من المدرة في الادارة العامة العليا التي اسهمت في تعطيل التنمية شلون انا لما اريد ان اطبق مشروع تنموي وعندي موظف تعبان غير قادر وغير فاهم وغير منجز بالتالي من المسألة؟ حكومة تعاني من تعطيل التنمية بسبب الأغلبية؟ انا ادعو انا ادعو الحكومة الى اعادة النظر في الجهاز التنفيذي ودمج بعض الادارات والغاء بعض الادارات غير المنتجة اولا في توفير المصاريف ثانيا للتخلص من العناصر غير الكفؤة وغير الجيدة التي اسهمت في تعطيل تنفيذها للمشاهد محمد السؤال من شهر 6 2012 وهو يوم اللي صدر فيه قرار بطال مجلس البطال أول الى اليوم احنا في شهر 4 2016 تقريبا 4 سنوات 4 سنوات وهي المعارضة غائبة عن المشهد السياسي برلمانيا ليش ما شهدنا تنمية؟ سيد الفاضل من هو اللي كانوا هم عطلين؟ سيد الفاضل او حدتهم بر مجلس لما قادرين أن يعطلون اولا التنمية مرتبطة بالحكومة هي خطة الحكومة في أن تنفذ الحكومة غير قادرة على التنفيذ نحن باعتراف الحكومة يعني ما كانت المعارضة السبب؟ لا لا في بعض المشاريع نعم عطلتها المعارضة منها الدو ومنها بعض المشاريع التي للأسف تم تعطيلها لأسباب أخرى غير مو المعارضة اللي عطلت دو لا لا أخواء المسلمين اللي كانوا يدعمون لحركة دستورية والشعبي كان يرفضها الشعبي رفضها عطلها والأخوان المسلمين دعموها الآن دعنا من هذا نعم واقعا مجلس أمه استطاع أن يعطل كثير من المشاريع التي تريدها الحكومة استطاعوا استطاع هذا حدث لكن أنا أتحدث بشكل عام الحكومة الآن لديها تسهيل مهام من قبل مجلس الأمة يقول لها تفضلي هذه تشريعات شالي تبقونها هذه تشريعات تفضلوا ومع ذلك الحكومة إلى الآن لا تستطيع أن تنجز بالشكل الذي يريد الأفراد المواطنين أمر آخر في إنجازات حكومية لكنها للأسف لا تستطيع الحكومة أن تسوق لإنجازاتها لأن الإعلام الحكومي غائب ومشغول بأمور سيئة جدا الإعلام الحكومي لا يستطيع تسويق لمشروعاته والتسويق للمشروعات يتم بالطريقة التقليدية في قناة المجلس المملة قناة المجلس ومثل المجلس لما السلطة تشريعية سوق حق الدولة شوف في بعض البرامج تسوق ما أدري أنا غير مطلع عليها يعني ما أشوف هلا بالصف ما أنت أسستها محمد قبل التأسيس طلعت قبل التأسيس طلعت فيه ناس موجودين فيهم البركة يكمنون المشور أخي الفاضل ما أريد قوله بأن الحكومة إذا أنجزت شيء فهي للأسف تلقي بظلال قاتمة على هذا الإنجاز ولا تنشره للناس أنا ذكرت في مجلس مجادرة تسوق لنا في السيئة بأن مارغريت تاتشار عندما أرادت إقرار قانون الخصخصة في مجلس العموم لم تعتمد على الأغلبية النيابية وكان لديها أغلبية نيابية كانت مرتاحة تستطيع إقرارها ولكنها ذهبت إلى الإعلام وذهبت إلى الندوات وأخذت سنة كاملة تقنع في هذا المجتمع من العمال وكبار التجار وما إلى وكل الشرائح حتى اقتنع الجميع هل لدى الحكومة رؤية لإقناع الناس والمواطنين في مشاريعها في تأخير بعض مشاريعها للأسف على السلطة التنفيذية اللي لا تعتمد على مجلس الأمة في موافقتها على السلطة التنفيذية أن تكون أكثر اتصاقا بالناس أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء أن يخرج ويزور هذه المشروعات أن يدخل بعضا من الوزرات ويرى بعضا من الأمور المعطلة الوزير لما يدخل تصحح كثير من الأمور فما بالك برئيس الوزراء عندما يدخل إلى بعض الأمور المعطلة وين ما يسمع أنه في تعطيل وين ما يسمع أنه في ازدحام وين ما يسمع أنه في للأسف فساد في مكان في فساد يدخل ستصحح كثير من الأمور المستشفيات لو يمر عليها رئيس مجلس الوزراء ستصحح كثير من الأمور أنت تحدث في محمد عن تجارب الوزراء المتخبين وكلنا أنت قلت قبل شوي ومؤكد عليه الدستور بأن الأصل هو أن يتم التوزير من داخل مجلس الأمة والاستثنان يتم من الخارج أبي أكلمك على تجربة التوزير توزير الوزراء اللي يكونوا المتخبين أساس النواب بس مضطرة توقف عند هذا الفاصل أعود لكم الجديد مشاهدين الكرام محمد سألت قبل الفاصل وفق ما طرحته في رؤية كتابك قلت أن تجارب بعض التوزير من المنتخبين مخيباً للأمال وبيسئلك يعني بشكل أغتاً دقق أن أعلن لها بشكل علمي ثلاث وزراء عندنا اليوم علي العمير يعقوب الصانع عيسى الكندري أنت ترى أن تجربة هذه قياسة لهم تجربة ناجحة وفاشلة أنا تحدث بشكل تاريخي الآن أنا خلت أتكلم عنه يمكن تحسلت أعطني مقدمة وبعدين أدخل لك بشكل تاريخي لأن الحكومة عندما تريد أن تختار نائباً لتوزير لماذا؟ السؤال ليش أنا كرئيس للوزراء أريد أن أتخذ من نائب عضواً في المؤسسة التنفيذية عند أغلبية دعمة للمجلس عند رؤية في كثير مواضيع أمتاز إذا كانت عند أغلبية إحنا وجدنا أن بعض الوزراء الذين تم يعني اتخاذهم من الأغلبية الأغلبية ضربت الحكومة وبالتالي هذه الأغلبية يعني هذا الاختيار على هذا الأساس كان فاشل كان فاشل لأن الناس يحسبون أن النواب يحسبون حساب المواطنين والناخبين في كثير من الأمور فبالتالي هذه النظرية فاشلة إذا صاحب رؤية بالتالي يعني صاحب رؤية وطنية يريد أن يطبقها فالأمر نعمه لكن للأسف يعني إحنا ما شفنا إلا بعض التجارب مثلاً النهاج حفي حكومات سابقة مثلاً الوزير التربية الأسبق لفهيد خادر مسعود لفهيد نقل وزارة التربية نقلة نوعية كبيرة هذا بسبب اختيارهم لرجل دولة صاحب مبادئ وفكر وبالتالي استطاع أن ينقل وزارة التربية نقلة نوعية لأن أطلقت يده في وزارة التربية الآن هل الوزراء الحاليين الذين تم توزيرهم أطلقت أيديهم لوضع رؤى إصلاحية أنا ما شوف أنها أطلقت أيديهم في تنفيذ رؤى إصلاحية إذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء الحاليين ما طلقت يدهم حاليين يعني مثلا الأخ الوزير يعقوب الصانع مثلا هو اجتهادات فردية يعني لكن رؤية عامة أنا ما شوفه في رؤية وابحة لكن أنا شايف أنه مثلا في مرفق القضاء والإعلان وهذا في بعض الخطوات الجيدة لكن كفلسفة عامة أنا إلى الآن لم أتمثل العمير الكندري يعني لو أسأل مثلا الوزراء الموجودين ما هي الكندري أو العمير أو ما هي الفلسفة والرؤية التي تريدون تطبيقها بوزراتكم وهل هي رؤية من مجلس الوزراء أم رؤاكم الخاصة أوكي وهل هي رؤاكم الخاصة تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء إذا كان رؤاهم الخاصة وتم تطبيقها موافقة عليهم من مجلس الوزراء فأقول لكم وتجاربهم ناجحة أوكي لكن إلى الآن لا أعرف يعني كثير من الأمور واضحة يعني بشكل ضبابي تبدو لنا أوكي فإذا أنت الآن تؤيد أن تستمر الحكومة فيها أنا مع توزير النواب ولكن ضمن رؤا واضحة يعني أختار نائد تقبل أنت التوزير أقبل الآن التوزير إذا أطلقت يدي ما أكون موظف كبير لو يعطونك وزارة الإعلام تقبلها شان زين أخذ وزارة الإعلام أتمنى وزارة الإعلام بالعكس هذه وزارة أعلمها تماما وأعرف خباياها وأستطيع أن أصلح ولكن هل تطلق يدي في وزارة الإعلام أم أكون موظف كبير بدرجة وزير لا أستطيع تنفيذ شيء أو يفرض عليه شيء بالتعلي لن أستطيع تحقيق شيء ووزارة الإعلام يا سيدي تحتاج إلى إلغاء وزارة الإعلام يعني أنا لو كنت وزير الإعلام لأصبحت آخر وزير الإعلام في تاريخ دولة الكويت تفكيك وزارة الإعلام لأني من المطالبين بتفكيكها وتأسيس المؤسسة الكويتية للإعلام والتي تضم الإذاعة والتلفزيون وتكون شركة حكومية خلأ أخذ بس من أسألة وترخ سعيد الأعمال ومسائلها بالخير يقول لك بعد التحية سؤال لنا بالفضل فيصل لدويسان بما أنك نائب كيف تقبل بتعاقد قناة المجلس مع بعض الصحف والخدمات المعارضة للمجلس هذا وفق لكلام أنا ما عندي فكرة عن هذا الموضوع لكن أنا أعتقد أنه شيء خاطئ المال العام يجب أن يصرف مصارف واضحة وجلية ما أدري هل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح ينبغي أن يثبت الدليل عليه يقيم الدليل عليه لكن كمبدأ عام المال العام يجب أن يصرف في مصارف مفيدة وليس لدعم بعض الأشخاص سؤال لحد الأخوي يقول لك ما هو رأيك بمن صاغ القرار هو اللي يتكلم على النفط والرواتب العمال هو نفسه لا ينقص من راتب شيء وله مكافة عادل مليون دينار ما عندي فكرة عن هذا الموضوع لا يعني يقول لك من يصيغ القرارات اللي يتحد من الميزات المالية للموظفين هو ما يطبقها على نفسها القانون ما يشملها كونه قيادي لا هذا مرفوض يعني بغي أن يكون على الكل وأن يكون وفق لضوابط فنية وأنا من بداية حديثي أقول ضوابط فنية لست ضد عمال نفط الكويت ولست معهم على الإطلاق أنا معهم مع الإنجاز إذا كان فيه إنجاز أهلا وسهلا فيه وحدات غير منجزة لا نساويها بالمنجز الشخص المنجز لا نساوي بالشخص الذي يتغيب كثيرا وغير منجز هذا السؤال أيضا مهم الأخ الكاتب علي الفضاء الله يبسي عليك بالخير ويقول لك بما أنك شخص تتكلم أيضا في القانون رأيك بما حدث مع النائب عبد الحميد يشتفي قضية الحصانة وعدم قبول عذره اللي يتقدم فيه وتسلط المجلس والبعض صار هناك سجال بين الرئيس وبعض النواب وأن هذا الأمر بعض أقول سابقا البعض الآر مثل الدكتور المقاطع يقولنا الأمر دستوري وجهت نظر كثير أخي الفاضل علي المسألة في غاية الحساسية أولا لعدة اعتبارات يبدو أن بعض الأخوة النواب لديهم رسالة سياسية تتعدى حدود دولة الكويت وواضح يريدون إيصالها بعض النواب بعض النواب شنو الرسالة يعني أنت ذكي وتفهم وتقرأ ما بين السطور من جانب آخر هي سابقة لم تحدث من قبل يعني العرف جرى العرف أن لا يسأل نائب يمثل الأمة والله أنت ليش مقدم عذر وما قدم عذر يعني النائب عندما يغيب عن جلسة هو المتضرر النائب متضرر لأنه يمثل شريحة من المواطنين يريد أن ينقل همومهم يريد أن يناقش يريد أن يقر فبالتالي النائب عندما يغيب هو المتضرر وعندما يقدم عذر فلا شك بأن عذره قاهر قاهر الأخ عبد الحميد دشتي لا شك أنه قدم عذر بغض النظر في البحث عن هذا العذر مسألة تصيد بهذه الطريقة خلفت الأعراف البرلمانية التي جرى يعني هو الرئيس هو لطراح المجلس أنا ما كنت موجود حسب علمينا مجموعة من نواب طرحوها لكن إذا كانت من صلاحيتها كان مفروض يفوض في المجلس أم يقول هذه من صلاحيتي يعني الجلسة لوراها ما طرح هذا الأمر يعني ما أدري إشتار على العذر اللي مقدمة ما طرح هذا الأمر البعض يتكلم أن مثلا فيصل دويسان وقال أتوقع أنه عدل إخرافي قال فيصل دويسان كان موجود في الجلسة اللي موجود تم التصويت عليها أنت ما حضرت وقال ما عرفش منه عذره ولكن الدكتور عبد الحميد داشتي لا موجود بعذر طبي هو يصرح في التلفزيونات وقال الرئيس قال يعني النواب يرون أنه هو قاعد يصرح في التلفزيون ويقول لنا أنا مريض أول شيء لماذا لم حضرت هالجلسة ونت كنت موجود في الكويت هل أبو محمد استشعرت أمانة استشعرت بحرج عشان شيء ما حضرت الجلسة أم أمر آخر ثاني شيء اسمعني بس بعدين يسأل السؤال أولا المفروض إلى الآن أنا ما أحضر حتى هذا المقابلة لأن إلى الآن أنا مسوي عملية كسر بالظهر الظهري مكسور والدكتور منعني أني أحضر أكثر من ساعة أجلس على الكرسي أشكر لسلبية الدعوة ومع هذا خلني من هذه المقابلة فبالتالي أنا المفروض ما أحضر هذه الجلسة لا لقبلها ولا هذه الجلسة ولكن أنا شعرت بالملل فبالتالي على حساب صحتي حضرت إلى الجلسة كان مفروض أرجع إلى الكويت شهر مايو مايو وليس الآن ودكتوري حذرني أكثر من مرة أني أرجع إلى الكويت خصوصاً من المسافة بين الولايات المتحدة والكويت مسافة طويلة أكثر من 16 ساعة تقريباً 20 ساعة عبر دبي ومع ذلك حذرني أكثر من مرة أني ما أركب الطيارة وأن أبقى في الولايات المتحدة إلى نهاية علاجي تقريباً آخر شهر خمسة مع ذلك دفعني الشوق إلى العودة إلى بلدي وأنا أتحمل آلامي وقاعد لا أهرب من شيء أنا عمري ما أهرب من شيء أنا ما أخاف أنا في أدق الأمور حساسية ما أخفت من أحد أخاف من جلسة لا قلت رأيي صراحة في كثير من الأمور أوكي أنا ما أهرب من جلسة أبداً واللي يعرفون يعرفوني شخصياً يعرفون أن أنا أواجه ما حدث النواب يقولون اليوم بنا أنا عليه فوض الرئيس صراحة إلى النواب أن مح عبد الحميد داشتي قاعد بره يقول أنا مريضه قاعد يصرح أنت دليل أنت غد وعذر طبي وعملية لكن ما حد طلب أن تأتي صوتون عليك فما تشوف أن النواب كانوا يعني نوع ما معذورين في هذا أنا ذكرت لك في البداية أنه كانت رسالة سياسية تتجاوز الحدود ولك أن تفهم أخطأ الرئيس في قبول دعوة النواب إلى التصويت على الأذر أو عدم قبول أذر يا سيدي أنا لست في وضع يقيم ذلك لا بنت شو ما تقيم لا لا لست في وضع يقيم ذلك لكن أعتقد بأنها يعني للأسف وصمة عار في جبين هذا المجلس أن تعاملوا مع زميلهم بهذه الطريقة لا سيما وأن علاقتهم الشخصية كانت جيدة وأنا كنت أرى بعيني كثير من العلاقات طيبة ما بين النواب الذين وقفوا ضد الزميل عبد الحميد داشتي وكانت علاقتهم الشخصية طيبة ولكن هذه رسالة سياسية أرادوا إيصالها للخارج البعض قلنا للدكتور عبد الحميد داشتي أنها بقاعد يستفز النواب وقاعد يعرض الكويت إلى إحراج في مواقفها مع جرانها من دول القليم وبسبب تصريحاته سيدي الفاضل يعني دستور دولة الكويت نظم حرية الرأي حرية الرأي لك أن تطلق العراء كما تريد وفقا للقانون وفقا للقانون إذا شعرت أن هناك يعني سباب أو قذ أو شيء غير مقبول لك أن تتجه إلى القانون القانون هو الذي يفصل بيننا عن طريق القضاء لكن يعني تكبير المسألة وإشغال الرأي العام بقضية عادية لا سيئة ما وأن هناك عدد من نواب ومفكرين سياسيين لهم وجهة نظر في عدد كبير من الدول العربية والقانون الذي يجرم الإساءة إلى المملكة العربية السعودية هو ذات القانون الذي يجرم الإساءة إلى سلطنة عمان وإلى دولة قطر وإلى مملكة البحرين وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى الجمهورية العربية السورية وإلى الجمهورية العراقية هو قانون واحد إما أن نطبق القانون أو نشيل إذن من القانون ونغطي القانون لماذا تقارن دول مثلا علاقتنا تربطنا أكثر كم المملكة وغير دول يا سيدي إذا أرادت السلطة التنفيذية أن لا تساوي دول عربية ببقية الدول مثلا دول منظومة خليجية فلها أن تصدر تشريع قانوني مشروع بقانون بمعاملة دول الخليج معاملة مميزة أما أن تصدر قانون أو يكون هناك قانون الإساءة إلى الدول العربية وبالتالي تسئ إلى دولة عربية يتم التبطب عليك بهذه الطريقة تروح تصنع القنابل في الجمهورية العربية السورية وتسهم في القتال وتجمع المقاتلين لتدخل في دولة عربية أو السباب وتعريض علاقتنا بالجمهورية العراقية إلى الخطر ومع ذلك القلب مرفوع عنك يا سيدي إما أن يصدر تشريع بتحريم أو بتغليض العقوبة لمن يسئ إلى الدول الخليج حكومة مصدرتها موحدة في تطبيق القانون؟ لا لا ليست واحدة ليست واحدة هذا واضح للعيان لش ما تسألونها بالحالة؟ هذا واضح للعيان فعلون دوركم الرقابي أكثر في أن عدم المصدر يجب أن تكون وحدة بالحالة يا سيدي كيف نسائل ومجموعة من النواب أسهمت في تأزيم الوضع في هذا الوضع يعني كيف تحاسب الحكومة والأسف الخطأ موجود في النواب وأنا قلت لك في بداية حديثي هي رسالة سياسية أرادوها أن تصل إلى خارج الحدود وأعتقد وصلت الرسالة السياسية لكن أنا ككويتي حكمي هو الدستور من يخطئ يتم محاكمته وفقا للدستور أما مسألة التخوين بهذه الطريقة يا أخي كلنا لنا أراء يعني بعض الكويتين لهم أراء يعني حتى في الستينيات كانت للكويتين أراء البعض منهم مجد الزعيم العربي جمال عبد الناصر وتدخل ببيوت الكويتين وتجد صورة جمال عبد الناصر وصورة أمير الكويت عبد الله السالم مع ذلك لم يقل أحد من أن الكويتين خونة بعض الكويتين خونة لأنهم مجدوا الزعيم عبد الناصر وكانت علاقات مثلا دول خليجية سيئة بجمهورية مصر العربية ومع ذلك ما أحد قال والله أنتم خونة لأنكم تعاونتم مع عبد الناصر وجمال عبد الناصر والكويتين المفروض تصفون مع الدولة الخليجية ضد جمال عبد الناصر أبدا كان للكويت استقلالية خاصة والكويت تربت على الحرية وعلى حرية الراي وتغنينا جميعا ككويتين بحرية الراي على الكويتين أن يعبروا عن أرائهم ضمن القانون الآن مصير بطلال تتوقع سيعود ستسقط أضويته سيعود أتمنى أن يعود سيعود عندك معلومة وهو رجل قانوني يستطيع أن يواجه عندك معلومة لا ما عندي معلومة ولكن أتوقع أن يعود يعني هو لا يستطيع أن يعني إلا المواجهة وهو فارس ساحة القضاء ويدعم القضاء ودائما يشيد بالقضاء وبالتالي سوف يعود لمواجهة ما التهم به وأتوقع أن يستر يتلقى أحكام بالبراءة وبالتالي نطوي هذه الصفحة وأتمنى ذلك تتمنى عودته أتمنى عودته لكن الآن الكلام أنه في عودته أتمنى عودته ولأتمنى أن يعود بالسلامة إن شاء الله مشافة معافة لأنه ما أعرفه هو أنه أيضا لديه فحصات كان هناك خلاف سياسي بينناتكم قبل ما دعيتها للمباهلة والله يا سيدي شوف أخ علي أنت خلك محضر خير لكويت كلها بخير تصير لا تبحث عن بعض الأمور يعني هو كانت له وجهة نظر أنا كنت مقدم استجواب ووقف ضد هذا الاستجواب وبالتالي يعني واتهمني اتهام بأن هناك من يحركني لهذا الاستجواب وقلت تعال نتباهل منو كان يحركك؟ هو يتهمني قلت له يسمى ما أسمى طبعا عموما عفى الله عما سألف هو أخ عزيز ويبقى أخ عزيز وأتمنى للتوفيق ولا أملك إلا أن أقول أن أقاتل عن حرية الرأي وعن حرية الرأي التي يجب أن تكون مصانة لكل الكويتين مو بس بطلال حق كل الكويتين من حق أي إنسان أن يقول رأي ضمن القانون أيضا بوجهة نظر القانونية بمحمد ما طرح على نائب من الخبير الدستوري دكتور لمقاطة على عضوية النائب أحمد القضيفي بأنه لم يعود نائبا منذ أن أعلن عن نجاحه في غرفة التجارة والصناعة كونها تعتقد من الهيئات العامة وبالتالي تسقط أضويتها أنت مؤيد لهذا الرأي؟ والله أنا سألته شخصيا قلت له كيف نائب القضيفي؟ نعم قلت له كيف تنزل التخابات وانت عوضو مجلس أمة؟ ماذا راض عليك؟ فقال لي لا ما يمنع دستوريا واستشهد بأمد الفتا حسن بالكتاب نعم 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 وقال ما يمنعه وشرح لي وجهة نظر اللي قريبة من على أساس أنه هي مو مؤسسة دستورية أشبه بجمعية نفع عام وبالتالي الغرفة غير منظمة وأشبه بجمعية نفع عام يعني لا كيان قانوني واضح للغرفة نعرفه كأنها جهة استشارية فقط بالتالي إذا كانت جهة استشارية نعم يعتبر هو مو مخالف ولكن لو لم تكن جهة استشارية عليه أن يستقيل من مجلس الأمة أو يستقيل من الجهة الأخرى ولكنها إلى الآن حسب الوبع اللي أنا فاهمة أنها جهة استشارية بالتالي ما في تعارض إذا كانت جهة استشارية لا يوجد تعارض إذا كانت جهة استشارية من يثبت بأنها جهة غير استشارية ولها تبعية وكيان قانوني واضح هذا أمر آخر أخ مهندس حسين الخميسي مساء عليك بالخير هل يسألك الأخ فيصل أنت راضي عن أداء الحكومة وهل في نية لتقديم استجواب؟ مسألة تقديم الاستجواب كذا مرة كانت لي أربع تجارب لتقديم استجواب إلى الآن لم أمكن من الصعود للمنصة مرة أجل استجواب مرة أجل ومرة ألغي ومرة هذا الاستجواب إذا لم تتحرك قبله بفترة طويلة وتأخذ عقود ومواثيق وناس مقتنعين بالفكرة وشارع سياسي يدعم هذه الفكرة فلا أمل في الاستجواب أحيانا بعض اللجان التحقيق تكون أكثر نفعا وأكثر جدية من تحقيق نتائج الاستجواب يعني شنو أصعد المنصة وأقول ما لديه ثم ينتهي الاستجواب بتوصيات هذا يعني أن التنسيق بين النواب من قبل لم يكن شوف أن اليوم ذات الاستجواب اليوم أصبحت ضعيفة في ظل هذا المجلس ليس ضعيف هو التنسيق ما قبل الاستجواب غير يعني غير مجدي صالح عشور اللي عارفه نسق حاول يعني جاهد أن يحصل على عشر وحسب ما سمعت أنه كان عنده 13 نائب لكن داخل الجلسة يعني قلبه وعلي متة؟ استجوابه إلى وزيرت شون؟ ممكن ما كنت موجود في الكويت فما كنت على اطلاع لا أعرف أنه في البتالة اللي كنلقى يعتقد أن المجلس مو قادر يقدم استجوابه أنا ما كنت موجود ما أدري بأي فترة قدم استجوابه قبل سبوعين ثلاثة قبل سبوعين ثلاثة قبل سبوعين ثلاثة أكثر يعني أكثر بشوي هي ما كنت موجود أنا ما كنت موجود عموما أنا ما أعرف كيف نسق لكن ما أعرفه يعني أنا حضرت مجلس 2009 كنت عضو فيه لما كان يعني كنت أشوف مجموعة من النواب إذا أرادوا التحرك يتحركون على كافة النواب حتى اللي مثلا كانوا علاقاتهم جيدة بالحكومة يتحركون عليهم ويحاولون يقنعونهم فبالتالي أنا تعلمت في هذه المدرسة إذا أردت أن تنجح استجواب أو على الأقل تجعله مؤثرا يجب أن تتحرك من النواب وأيضا تتحرك إعلاميا في الخارج مجلس المبطل الثاني وأنا استضفتك في لقاءة الفيزيوني كان مع أن أعتقد أنه مبطل بذر البذالي وأنت في اللقاء وأنت تتكلم عن المجلس كنت مع السوء وكل ساعة تقول له استجوب قدم استجواب قدم استجواب وبعدين قلت إلهي ينحل هذا المجلس وكنت تدعي أن هذا المجلس ينحل ونحل أبطل المجلس ما نحل ليش ما تدعو نفسها الدهوة على المجلس الحالي عن رغم أن هذا المجلس ما قدر يقدم استجواب واحد في الفترة الحالية يصل إلى طلب طرح الثقاف أنا رح أدعو دعوة وائد زينة إنه يستمر إذا كان الخير في هذا المجلس فليستمر وإذا لم يكن الخير في هذا المجلس فإلهي يعني دبر للكويت أمرا حميدا أنت أودك يستمر أو أودك يحل ما لك شغل في رغباتي أنا أتمنى الخير لبلدي أعرف رأيك الخير لبلدي أعرف رأيك إذا كان الخير لبلدي في عدم وجودي على كرسي البرلمان فأهلا وسهلا أنت تتمنى الخير لكن أنت تتوقع أو تتمنى استمرار أنا كنت يعني بين قوسين في شدة الغيض لأن الزملاء لم يمكنوني من الصعود للمنصة وأنا قلت لهم قفوا مع من تريدون ولكن حقي في المسائلة لا تمنعوني إياه هذا المجلس لم يفعل ذلك من أراد أن يسائل فليسائل شطبه استجوابات المجلس؟ لا لا الاستجوابات الملتزمة بالدستور كان مرحب بها أما الاستجوابات التي لم تلتزم بالدستور فتمشطها وجوز شطب استجواب دائم شك وأنا قلت من حق المستجوب الوزير المستجوب إذا صعد المنصة فألغى حتى لو لم يكن الاستجواب الدستوري فألغى استحقاق سياسي أما كاستحقاق الدستوري لا شطب الاستجواب مباشرة في الجلسة هذا كان إجراء صحيح؟ لأن بعض الاستجوابات شطبت فيه اللجنة القانونية واللجنة القانونية هي جزء مصغر من المجلس فما يحق الجزء على يحق للكل بس يكون فيه خبراء دستوريين أنت نفسك كان فيه استجواب لقدم الشيخ أحمد الفهد واستمعته إلى الخبراء الدستوريين ورأىهم بالأخير ومع ذلك الرأي كان سياسيا ولم يكن فنيا وأنا أعطيك إياها بالأخير الرأي كان سياسي ولم يكن للفني الخبراء الدستوريين قالوا شيء ونتيجة اللجنة شيء آخر بس على الأقل فيه تقرير صار صار فيه تقرير ما يحق لللجنة يحق للمجلس من باب أو له أنا بسألك محمد على البعض يطرح هذا القضية فيصل دويسان دائما كان يتحدث عن قضية البدون وكانت يعني خاصة باب حقوق الإنسان كنت يتحدث عنه في محافلة دولية وين قضية البدون منها فيصل دويسان ليش ما حرك نقول أدواتها الدستورية لأنصاف هذه الفئة إذا أنت كنت راها مظلومة ولا لا بعد الفاصل جاوبني لو سمحت أبدو لكم جديد مشاهدين الكرام في هذه الفقرة الأخيرة من برنامج نبو محمد سألت قبل الفاصل البعض يقول وين قضية البدون منها فيصل دويسان قضية البدون بالأكس حاضرة فيه في كثير من تصريحاتي وكثير من أعمالي البرلمانية هذا واحد اثنين تقول لي ليش ما تستجوب مثلا على قضية البدون هناك عدة استجوابات حصلت كان فيه بأحد محاورها البدون بس صالح أشهر لمسا مثلا مع ذلك كانت قضية مستحقة وكان فيه الأغلبية البرلمانية التي ما تسمى بالمعارضة ومع ذلك لم تناصرها لم تناصر هذا المحور يعني إضافة إلى ذلك يعني عدد من نواب مجلس الأمة المخضرمين ومن الذين يتبعون تيارات سياسية واضحة وقوية ولها تأثير كبير في الكويت لم يستجوبوا ولا مرة ولا مرة ولا مرة عندهم هذه القضية ما استجوبوها فبالتالي أنا نائب مستقل أعمل بجهدي كيف أستجوب على قضية لا أجد لها ناصرا في مجلس الأمة ولا أجد لها ناصرا حتى ما بين للأسف يعني كثير حتى النواب تخاضلين عنها كثير من المواطنين حتى كثير من المواطنين كثير من المواطنين لديهم رؤية مختلفة عما أقولها نعم عما أقولها بعضهم يقول لجنة المركزية للبدون تراضي عنها لا كنت أتمنى أن تنجز عملها في خمس سنين وتحل القضية لكن عقدت القضية وتم التمديد لها سنتين هذه اللجنة المركزية للبدون هي إماتة لقضية البدون إماتة؟ إماتة لقضية البدون لميش؟ ما طلعت بشيء لم أجد شيئا فنيا بالعكس هذه سائمت بتعقيد كثير من الأشخاص يقول أنا حطوني أصلي مثلا عراقي يا أخي أنا أصلي أصولي مو عراقية هذا يقول حطوني أصلي إيراني أنا أصلي مو إيراني هذا حطوني أصلي سعودي أنا أصلي مو سعودي فواضح أنه يعني ما عندهم معلومات كافية وبالتالي بالإضافة إلى ذلك التعامل سيء معهم كثير من هؤلاء يشكون يعني للأسف هذا يعني فوق المعاناة اللي يعانونها قاعد يعانون من التعامل والتمييز ضدهم فيها في هذه وإقرارات يتم التوقيع عليهم إنما يعبرون عن أراءهم يا أخي إحنا متى نوصل إلى يعني نعجب بالديمغراطية الغربية ونقول أي إنسان يحق له إنه يعبر عن راية شخص يعيش على أرضك وعنده قضية تمسة ما تبيع عبر عن راية ما سبح حد ولا غلط على حد ولا شي دعه يعبر عن راية في قضيته في حدود القانون بالتالي هذه التعهدات جدا سهلة أنا أعتقد القضية لا تحل بهذه الطريقة لن تحل بمجلس الأمة لن تحل بمجلس الأمة تحل بقرار سياسي البعض يقولنا أنت هددت باستجواب سمو رئيس الوزراء إذا صح أن هناك الاستعانة بجزر القمر لتجنيسهم لا تزال عن هذا الكلام أولا أولا أنا قلت تستحق استجواب أكبر راس في مجلس الوزراء أولا سمو رئيس مجلس الوزراء يساءل عن السياسات الآن هل نعتبر تجنيس البدون إذا كان منحم جوازات سفر من جزر القمر عملا تنفيذيا إذن لا يسأل عنه سمو رئيس مجلس الوزراء أكبر راس يعني الوزير المختص لذلك سألت من هو الوزير المختص بجهاز المركزي للبدون وما يتني الإجابة واضحة إجابة مواضحة تبقى وزير الداخلية وتبقى وزير الدولة الآن أعتقد بعد التمديد كان بوضوح أنه وزير الداخلية لذلك قضية تجنيسهم عن طريق جزر القمر ليس صحيحا ما قرأت بأن المسؤولين في جزر القمر مصحيح في جزر القمر قالوا ما عندنا مانع ولكن هذا يحتاج إلى تشريع من قبل البرلمان بمعنى أنهم غير مستعدين حاليا وأنه مجرد فكرة وإذا أرادت جزر القمر أن تستفيد اقتصاديا من الكويت عبر حل هذه المشكلة فهي لا تمانع لكنك لا تجبر الناس البدون في الكويت على المغادرة إلى جزر القمر واستخراج جوازات للبدون إذا كان الأمر اختياري ما فيه إشكالك عملوها اختياري قبل ذلك عملوها اختياري ودعوهم إلى استخراج جوازات لدول عربية وغير عربية إذا كان اجباري لا ما فيه اجباري لا يمكن ما فيه قانون بالعالم تجبر شخصا ياخذ بجنسية دولة ما يصير غير دستوري هذا ما يصير إذا أجبر ستفعل أساعدك الدستورية علي لن تقع الكويت في غلطة عمرها بتجنيس البدون عن طريق جزر القمر لماذا؟ هذه غلطة غلطة كبيرة ما رح تقع فيها أنا مؤمن بأن بلدي أحكم من أن تقع في هذه الخطة صار فيه نواب راحوا قبل فتر إلى جزر القمر قالوا فيه نواب صار فيه كلام مجرد كلام مجرد تدري أن كثير من الفاعلين في وزارة الداخلية وجهاز مركزي لهم محاولات للتخلص من قضية البدون عن طريق دول أخرى محاولات هي مجرد محاولات لكن نحن ما يعنينا ليست المحاولات ما يعنينا هو اتخاذ قرار واضح من الحكومة بناء عليه نحاسب الآن هل صدر هذا القرار؟ لم يصدر دعوا يصدر وبعد ذلك نحاسب قلت في تصريح قلت بعض الوزراء لا يقيمون للمجلس وزنا لأن النواب تهاونوا في محاسب صحيح كنت أقصد في ذلك جلسة خلت من الوزراء الجلسة الخالية من الوزراء يمكن وزير أو وزيرين من الناحية الدستورية نعم تقع صحيحة لكنها من الناحية السياسية لكن نظرة الحكومة للمجلس من الناحية السياسية رسالة سلبية إلى المجلس بأن الحكومة غير مختلفة صحيح؟ لا الآن هذا الكلام الحكومة غير مختلفة نعم 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 وانا لما أحدث الوزراء أقول لهم بعض الجلسات مثل جلسة الرد على الخطاب الأميري هي من أهم الجلسات لتسمعوا ما يقول النواب شي قلوا لي بعض الوزراء يقولوا ما هذا يوصلنا أنا مؤمن بأن كثير من الوزراء لا يقرؤون لا يقرؤون لا المضبطة ولا حتى كثير من الأمور التي تطورها محمد صرحت أنه قلت المخالفات الحيازات الزرائية قضية إداعات جديدة هذا كلام دكتور خليل عبدالله موانع ما التصريح هذا التنفي هذا هذا قعد أذكر بتصريح دكتور خليل عبدالله بأنها قضية إداعات أخرى ولكن وين راحت هذه القضية؟ اختفت يا سيدي لم أجد ناصرا ما حد نصرك؟ لم أجد ناصرا يا سيدي أنا عشان أقدم استجواب إلى الوزير علي العمير ينبغي أن أحشد حجد نيابي يقف مع هذه القضية سولي عليك قد من خلاص الآن يجيب لي أربعين نائب أو ثلاثين نائب عندك قابلهم بهذه البرنامج واسألهم عن الحيازات الزراعية كلهم يقولون يدينون ويتكلمون عنها إذا دقوا الصدر حاضرين أنا مستعد أقدم استجواب إذاك الله خير أنت راحت قدم محمد تقدم الاستجواب لن أجد ناصرا إذا لجنة أنا طلبت لجنة من جديد وغادرت إلى الولايات المتحدة لكي أعالج عدت إلى الكويت ولم أجد أن الطلب بقدم وسألت علام الكندري قلت له وين الطلب اللي أنا قدمته إلى الآن قال لي أدور لك يا إلى الآن طلب اللي قدمته بتشكيل لجنة برلمانية أخرى من ضمنها الشركة اللي مستولية يعني الشركات الشركة يقول وزارة الداخلية يقول هذه مخالفة وهذه مزورة شركات مزورة ومع ذلك أخذت حيازات زراعية مع ذلك لم أجد ناصرا أسألهم أقولوا ما قدمته أثناء غيابي يقولون لا ما قدمنا وانشغلنا بغضايا كثيرة إذا كان قدمة مرة ثانية حين أدور الطلب راح أدور الطلب وأطبعها من يديد زي بالأدلة أنا قدمة بالأدلة وقدمة من يد ويديد هذه راح تشكل لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الأمر لكن أنا قاعد أقول لك قلت لك في بداية كلامي أحيانا لجان التحقيق تكون أجدى وأكثر ونفعا من الاستجواب مو لما أستوي استجواب وقدم للوزير العمير آخر شيء ألقى واحد من النواب شاد حيلة يكتب لي توصيات ومنها لا 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 زين أحرجهم خليهم ينحرجهم تبي بس إحراج لا بالعاكس راح تعريم أو من الناس شوف علي كل نائب لوسيلته في العمل أنا مو وسيلتي إحراج النواب الآخرين وتعريتهم بهذه الطريقة أنا وسيلتي تحقيق نتيجة أنا أعمل لتحقيق نتيجة أعمل والنتائج على الله سبحانه وتعالى أنا الآن في برنامج قاعد أطرح هذه القضية وطرحتها من قبل في مجلس الأمة وسأكرر طرحها وما جاء أنا من الحيازات الزراعية ليست مكتوبة بأسماء أصحابها لأن الأسامي تخرع تخرع الأسامي؟ أي حطوا أخذنا جزء من الإجابة شنو هي؟ اللي هي الناس الذين تنازلوا عن حيازاتهم أما الناس الذين ما زلوا يملكون حيازاتهم ما جاءتنا الإجابة طيب الناس اللي تنازلوا عن حيازاتهم وأساميهم تخرع تم شطبها بالأبيض كوريكت وبالتالي أنا عندي مثلا علي حسين شارى مزرعة طيب شاريتها من منو يا علي؟ ليس مكتوب باسم الشخص اللي تنازل محمد أنا أشكور لك لبت هذه الدعوة وظرفك الصحي وخصيتنا في هذا اللقاء بعد غياة فترة طويلة عن الساحة الإعلامية أخيرا أنا أقول بأن الكويت في ظل الأوضاع المتهبة من حولنا يجب أن نعلي القيمة الوطنية والمحافظة على بلادنا وأن نتعامل مع الجميع بسواسية لأن الكويت للكويتيين كما قال حضر الصاحب السمو والكويت شجرة وارفة الظلال لكل الكويتيين الفئة التي أشتكي منها هي التي ترى أن الكويت ليست لكل الكويتيين هذا ما عانيت في كتابي وأريد تطبيق المساواة الحقيقية كما أرادها الآباء المؤسسون لدستور الفين الف وتسعمائة واثنين وستين مشكور بمحمد مروق خلالي حضورك في هذه التلبية هذه الدعوة ومشاهدين الكرام وصلاة لختم هذه الحلقة لكم الناطب المنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر